السلام عليكم أنا أيمن عبد النور عم بيحكي معكم من لوس انجلس بالرسالة رقم 63 برحب فيكم وبشكركم كتير حقيقة على المتابعة وعلى أنكم عم توزعوها للرسالة على كل رفقاتكم بكل وسائل التواصل الاجتماعي رح أحكي بسرعة شوي لأنه عنا كتير قضايا مهمة خلونا نحكي بقضية يعني في كتير نقطة عم بثير الانتباه أنه الوضع الاقتصادي داخل مناطق النظام الناس عم بتشوف صور فارهة لسيارات موديل 2022 عم بيحطوها بالصور على الانستجرام وبيوزعوها بالتيك تاك وبكل وسائل التواصل الاجتماعي بداخل مناطق النظام نمرة نمر سورية يعني عم بيقولوا لسه موديل 2022 يعني مل 2021 أيضا بيلاقوا هالاستحام من أجل شراء موبايلات الآيفون آيفون 13 قبل ما تنزل بالخليج عم بتلاقي نازلة عندهم وعم تنباع وبملايين الليرات منين عم بيجيبوا المصاري المطاعم عباية بيلاقوا فيه انشاءات جديدة لمنتجعات وشغلات أبنية فاخرة كتير فالناس مفكرة أنه الوضع الاقتصادي عند النظام جدا ممتاز الحقيقة هي عكس وخلاف ذلك تماما ما ننغش أنا اتصل معي صديق قال لي يعني شوف على هالرسالة اللي باعدتها وزارة الخارجية لألنا للأمم المتحدة بمكتبة وعن طريق المدير مكتب الأمم المتحدة السفير في دمشق حقيقة يعني بتقرأ الترجمة تبعها كيف كانت بينا بالعربي شيء مضحك ما بعرف كيف لكن أنا بعرف أني قرأتها بالإنجليزي الترجمة تبع الرسالة واضح تماما أن الدولة مفلسة كاملا يعني ما في دولة بتبعت هيك رسالة إلا عم تتصيد الناس خلاصة عم تقول لهم للأمم المتحدة بتكون تعطوني بكل المنظمات تبعكم كل المنظمات الأممية والمنظمات اللي عم تشتغل داخل سوريا بكل أسماء وبكل البرامج المختلفة اللي بتكون فيها كل شي عاملته عقود آخر عشر سنين يعني من تاريخ الثورة من 2011 لحد ديت اليوم بدأ اسم كل واحد أبض مصاري من أي منظمة تحت أي برنامج قديش المبلغ وشو التاريخ وشو عمل سواء أجروا بيت أجروا سيارة نقل لهم غراض جبلوا بضاعة أدم لهم خدمات طبية أدوية مواد غزائية جبلوا قطع تبديل يعني عمل لهم إصلاحات لأجهزة ورد لهم توريدات كبيرة عمر لهم بناية أي شيء بدهم كامل القصة واضح تماما إذن الهدف هو الانقضاض على أولئك الأشخاص اللي طلب منهم مبالغ غائلة أو مصادرة أموالهم أو الحجزة عليهم أو فرض ضرائب كتير كبيرة عليهم رغم أن هدول الأشخاص وقت اللي بيعملوا عقود مع الأمم المتحدة وفع ما قال لي أنه هن معفايين بالاتفاق اللي هن بيشتغلوا فيه داخل الأراضي السورية عندهم اتفاق مع حكومة النظام السوري أنهن ما بيدفعوا ضرائب أو طوابع عقد أو المتعاقدين معهم ما بيدفعوا ضرائب للمالية فالآن إذا بدهم يفرضوا عليهم أو ياخدوا منهم هدول المصاري أنه أصلا بأصل العقد هدوليك الأشخاص المتعاقدين ما حطينا بحساباتهم في الأسعار اللي باعوه فيها للأمم المتحدة إذن القصة كتير كبيرة واضح تماما في إفلاس عم بيدوروا على أي مصدر رزق بس لحتى ياخدوا مصاري إذن هذا ما نحال الدولة صحية سليمة هلأ بقلكن شو التفسير لجاني خلينا ننتقل بس لمرحلة تانية بتبين أنه فعلا ما عندهم عم بيبيعوا حتى المنشآت تبع القطاع العام رايدين بيبيعوها سانا اللي هي هو وكالة الرسمية تبع الدولة عم بيحكي وسيلة الإعلام الرسمية اللي بتحكي باسم الدولة السورية باسم نظام بشار الأسد عم تضع 38 مؤسسة كاملة بمنشآتها بآلياتها بأرضها بأبنيتها كلها كاملة للبيع سواء قطاع خاص سوري أو ناس من الدول الصديقة اللي مسميتهم يعني روسيا وإيران وبالتالي عم بتبيع حتى منشآت القطاع العام يعني إذا بنعطيكم أمسي لمنهم مثلا ما فينا عددهم كلهم لكن مثلا معامل الجرارات معامل بردة معامل الزجاج شركة العامة للورق معامل السيرومات معامل الأدوية تبع الدولة اللي ما عندها غيره تميكو معامل زيوت معامل ماكرونا المؤسسة العامة للإسمنتة عندها خمس مشاريع معروضة للبيع معامل الصناعات النسيجية التسع معامل للنسيج معروضة للبيع بكل المحافظات السورية حتى في المحافظات اللي ما فيها شي يعني مثل طرطوس مثل حمص مثل لادئية هاي شو دخل ما صار فيها خراب لنقول تخربت أو انضربت ما في شي معامل السكر هدولة إذن عم ببيعوا كل شي فقط ليقدروا يأمنوا مصاري يقدروا يستمروا فقط للبقاء يعني هذا واضح إذن العمل واللي فهمنا أنه عدد من رجال الأعمال الإيرانيين إجا وعم بيدرس تلك المعامل وجزء كبير منهم نازل بأوتيل الشيرتون وصار عياط بينهم وبين عديد من السوريين اللي نازلين أو كانوا في زيارة في المطاعم عم بيأكلوا في مطاعم الشيرتون على تكبرهم على السوريين والنظر إليهم بنظرة استعلاء وازدراء وأنه انتوا خدموا عنا هذا موقف غير مقبول غير مقبول نهائيا هذا فإذن إضافة لذلك قامت مجلس الوزراء تبع النظام بيرفع أسعار الأسمدة بشكل كبير كل أنواع الأسمدة اللي بدك تسمت فيها كل المنتجات والأراضي الزراعية وبالتالي هذا عشو بدي نعكس مباشرة على كل أنواع الخضار والفواكه اللي بدك تطلع في كل المزارع والبيوت البلاستيكية فالآن التوقعات أنه في الشتاء بدك تكون الأسعار مضاعفة في ناس عم تحكي أنه سعر كيلو البطاطا بده يقفز لمبلغ كبير الآن وصل للـ 2500 رغم أنه ممنوع تصديره البنادورة بده توصل لـ 5000 ليرة سوري الكيلو الأصحاب البيوت البلاستيكية في جزء منهم بسبب ارتفاع التكاليف عم بيقول لك أنا بطلت حط بطلت إزرع بالبيت البلاستيكي وبالتالي رح ترتفع التكاليف وتخف المواد وجودها فأنهن كانوا مراهنين عم بيبيعوا ويصدروا كل يوم ميت شحن ترك معبة خضر وفواكي بالشتاء ما رح يكون عندهم مواد صدروها والناس ما رح ترتفع ثمن الخضر والفواكي للأكل للأسف الشديد هذا هو الواقع الحالي أعطاني تبرير حقيقة مهم الشخص اللي في نيويورك في الأمم المتحدة قال لي الواقع اللي الآن عم بتشوفوه أنتم من هالحرص النظام أنه يظهر هذه البهرجة في الإعلام والبزخ وأنه معبة مصاري بين إيدين الناس وسيارات أحدث الأنواع هذا بذكره تماما قبل الضربة الاقتصادية والانهيار الاقتصادي الكبير في أمريكا بال2007 وبال2008 كان في كتير من الشركات أو رجال الأعمال المتواضعين حقيقة يلبسوا لبس كتير متواضع الشركات ما بتعطي كتير مكافآت للعمال بعد الأزمة وبعد ما انهيار الأسعار وكذا صارت الرجال الأعمال الكبار يحرصوا يلبسوا الساعات الغالية جدا اللي كل سعر ساعة أكثر 250 ألف دولار ويركبوا السيارات الغالية جدا جدا الحديثة أيضا عطوا مكافآت مالية للموظفين وكانوا حريصين أنه يشهروا ذلك بوسائل الإعلام الأمريكي أنه شوفوا أديش عطوا مكافآت وبعدها خلال بين أسبوع وشهر انهارت تلك المؤسسات وأفلست وهدوا لك رجال الأعمال أفلسوا إذن هذه التبرير تبعه أنه في المرحلة قبل الانهيار الاقتصادي كان اللباس هو بيعبر عن تواضعهم أما بعد الانهيار الاقتصادي كان هالفخفخة وظهار هذه المظاهر ورسالة للآخرين وللموظفين وللمواليين أنه شوفوا وضعنا الاقتصادي تمام وماشي الحال ولا تخافوا ما في انهيار مالي بينما الحقيقة هي عكس ذلك تماما فحتى الآن اللي فهمته في عدد من المراكز في واشنطن عم تشتغل نفس الشغل اللي اشتغلته بشهر آب وإيلول أغسطس وسبتمبر 2015 وقت اللي كان جيش الإسلام على أبواب العاصمة دمشق وكان باقي له يمكن بحدود الأسبوعين لحتى يقدر يدخل ويحتل دمشق وبالتالي الولايات المتحدة اللي شجعت روسيا لتدخل لتحمي النظام من السقوط وهذا الشيء مثبت بشهادته لمعاون نائب وزير الدفاع أمام الكونغرس ومسجلة بالفيديو فإذا نفس الآن تلك المراكز عم تدرس أنه الخوف أنه ينهار النظام اقتصاديا من الداخل وبالتالي يصير فيه انهيار مفاجئ اقتصادي عم بيبحثوا الآن عن دولة ثالثة تدعم النظام اقتصاديا وتبقيه قائم طبعا ما بفيها تكون روسيا لأن روسيا ما عندها الأموال فالآن هنا نفس تلك الأجهزة اللي عم تبحث كانت دعمة النظام من خلال تدخم الروسي عسكريا لأنه عم تبحث عن دولة ثالثة لتدعم النظام وتنقذه في حالة وصل لانهيار اقتصادي كامل قبل أن يوجدوا الفريق اللي بدو يتولى إدارة البلد في المراحل ما بعد نظام بشار الأسد لأنه للأسف الشديد وفق ما فهمنا المعارضة السياسية اللي عم تتصدر للمشهد كلهم خلال كل السنوات السابقة من 2012 لحديث اليوم فشلت على الإجابة على الأسئلة اللي طرحها عليها المجتمع الدولي وبقت تلك الأسئلة بدون جواب للأسف الشديد أيضا خلينا في موضوع تاني الآن اليوم حقيقة صار في تسريب لبعض الوثائق من فيسبوك وأحد تلك الوثائق هو ملف ملف كبير يعني بيتضمن أسماء مئات إذا ما إلنا آلاف المنظمات والأشخاص اللي من كل دول العالم واللي بيعتبر الفيسبوك أنه هدول إرهابيين أو خطرين ولازم تقليل فرص إظهارهم على الفيسبوك أو الترويج لإلهم أو أنه الحديث عنهم وعمل دعايات لإلهم بكل المنصات اللي شارية الفيسبوك اللي هنا حتى إنستجرام والواتساب والفيسبوك هلا من بين تلك الأسماء اللي نحن بيهمنا اللي هنا أسماء نحن بنعرفها اللي هنا موجودين في المناطق شمال غرب سوريا اللي مثل أجناد الحسكيج جبهة الشامية جيش السوري الحر جيش إدلب الحر جيش الشام جيش العزة جيش الأمة جيش النصر لواء ثوار الرقة كتائب أبو عمارة لواء الأنصار وهكذا وعدد من الأفراد حقيقة يعني شيء يعني مثير الانتباه والجدل طبعا في أيضا حتى ما حدا يأخذ يقول نسيوا تبع حزب الله نسيوا تبع حماس نسيوا الميليشيات الطائفية العراقية الشيعية نسيوا الناس تبع إيران لا كله موجود بمئات الصفحات لكن نحن عم بنركز على الشيء اللي بيهمنا فبالتالي يعني أنا مباشرة رغم أنه ما كان عندي غير ساعة لأبدأ سجل هذه الرسالة رأسا عملت اتصال مع جهة واحدة فقط أنه شو تبرير هالقصة شو اللي صير من وين جاي هالموضوع هذا الجواب كان واضح وللأسف الشديد رح أسكره مثل ما ورد أنه هذه الأسماء والتسميات معظمة مأخوذ من المؤسسات والأجهزة الأمريكية وذلك على مدار سنوات عدة فأنا سألت أنه بخصوص سوريا يعني هل هناك يعني شو الوضع يعني هالأسماء معقولة أنه أخذوها من أجهزة أمريكية يعني ليش موجودة أصلا هيك الأسماء الجواب كان واضح أنه في قائمة عم تدرس لاصدارك في من وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الخزانة لعقوبات اسوة بالقوائم السابقة ورح يكون فيها أسماء لفصائل مسلحة تصنف ضمن مناطق اللي فيها نفوث تركي فأنا سألت أنه إذا كان ممكن يعني التريث أو الحديث عنها في الإعلام قبل من أجل أن تلك الجهات تسوي أوضاعها أو تنظم أمورها الإجابة كانت أنه تم إبلاغهم هذا الشيء وكان فيه عدة شروط موضوعة بقائمة واضحة قبل عدة أشهر وتم إبلاغهم فيها ورح يتم وضع في القائمة الأولى أسماء كنموزج والأسماء البقية تأتي تباعا لذلك الوضع حقيقة دقيق الآن لم يعد فقط أجهزة النظام والمواليين له والرجال الأعمال التابعين لأولوهن مصدر المتابعة والتصيد والترصد في حال اختراقهم أي مناحي لحقوق الإنسان وجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية لا كل من يرتكب ذلك بمن فيهم الفصائل الموجودة في منطقة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا يعني كان الرسالة واضحة حقيقة في ألمانيا شرطة ألمانية عملت مداهمة بثلاثة ولايات بنفس الوقت لثمانين منزل ومكتب اتقلوا عشرة أشخاص في جزء منهم سوريين اللي عم بيبعثوا مصاري عم بيأخدوها تبرعات لهيئة تحرير الشام عن طريق مبدأ الحوالي ولقطوا مع واحد شخص منهم ثلاثمائة ألف يورو فإذن يعني في مشكلة أيضا ألمانيا أعادت ثلاثة وعشرين طفل وتمن نساء ممن اللي كانوا منضمين لصفوف تنظيم داعش أعادوهم من المخيم اللي هن موضوعين فيه بحراسة قسد وذكر الوزير الخارجي الألماني أن الأطفال هن ما دخلهم لأن هن أطفال ما نم مسؤولين عما فعلوا أهلهم أما الأمهاء السيدات رح يتم محاكمتهم قدام القضائي لمعرفة مدى طورتهم وشو الأعمال اللي ارتكبوها وبالتالي بتم محاسبتهم عليها بمنطقة شمال شرق سوريا بمسد رئيسة مسد إلهام أحمد ذكرت بشكل واضح في لقاء لإله أنه هن مستعدين منفتحين على الحوار مع إيران مثل ما عملوا مع روسيا وبالتالي يعني أي كمان خطوة باتجاه جديد بالنسبة لألون عم يخطوها وأكدت أن الأكراد طلبوا من الأمريكيين بالاجتماعات اللي صارت في واشنطن أنه يساعدوهم بفتح معبر العربية مع العراق لحتى يحصلوا للمساعدات الدولية ليس عن طريق معبر باب الهواء عبرى تركيا فكمان هذا الشيء يعني فيه شيء جديد عم ينطبخ في منطقة شمال شرق سوريا وخصوصا بعد ما إجا الفرنسي بيرنار هانري ليفي اللي بتواجد وصوره موجودة مع كل قادة كل الثورات الربيع العربي في كل الدول بالكامل وشمال شرق سوريا وهي ثاني أو ثالث مرة بيزورهم ومع كردستان ومؤلف كتاب عنهم فيه شيء جديد عم بيخطط له هناك لنشوف شو الأيام المقبلة بتبين هذه القضايا بالنسبة للحراك اللي عم نسمع عنه كتير انه تطبيع وتطبيع ومقالات في نيويورك تايمز وفي نويزويك بخصوص تطبيع مع نظام الأسد الحقيقة كله حكي إعلامي حكي نتائجه على الأرض صغيرة كتير فقط لإبقاء النظام كما ذكرت قبل شوي حتى ما ينهار ما يفرط من الداخل من الداخل اقتصاديا لذلك فيه حراك ضده حتى في الولايات المتحدة يعني عضوي مجلس النواب عن الحزب الجمهوري آدم كينزينجر وعن الحزب الديمقراطي براندن بويل اللي هنه رئيسين المشاركين لتجمع النواب المؤيدة للشعب السوري الحر اللي بيبلغ عددهم أكتر من خمسين عضو في مجلس النواب حقيقة عملوا بيان واضح تماما ضد التطبيع وضد ما تقوم به الآن الأردن من قضية خط الغاز ونقل الخط الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر الأراضي في سوريا فهذا كمان واضح في 63 رابطة وهيئة مدنية سورية عملوا بيان واضح بخصوص التطبيع أنه هذا مرفوض تماما مع نظام الأسد أيضا كان فيه حقيقة الشبكة السورية لحقوق الإنسان عملت لقاء وندوي جدا جدا مهمة مع السيدة عزرة زيا مساعدته لوزير الخارجية يعني الشخص الثاني المسؤول عن الأمن المدني والديمقراطية في الخارجية الأمريكية والسفير فرانسوها سينينيو اللي هو الممثل الشخصي لرئيس فرنسا بشأن سوريا والسيد جوناثان هارغريفز كمان هو ممثل بريطانيا بالنسبة للملف السوري وكان الواضح يعني بدقة حكل ثلاثة تقريبا متطابق قالت السيدة عزرة زيا أنه لا يمكن الوصول إلى السلام الدائم بسوريا من دون محاسبة النظام السوري على الفظائع التي ارتكبها وأضافت أن معاناة المعتقلين يجب أن تبقى في مقدمة جهود المجتمع الدولي وطالبت بالاتجاه للحل السياسي بسرعة وأطلاق الصراح الفوري لجميع المعتقلين وتقديم معلومات عن المختفين لأهاليهم وأيضا أن يسمح النظام لجهات مستقلة محايدة بالدخول من دون قيود إلى مراكز الاحتجاز لديه بنقول لهم شكرا وخصوصا حقيقة للسيدة عزرة زيا اللي بتعرف دمشق لأنه خدمت فيها بالسفارة في بداية الألفينات وبنتها ولدت هناك بدمشق فشكرا لألك على هذه المواقف اللي منتأمن أيضا أنه تقدر تعبر عنها في كل الخارجية الأمريكية وأنه ياخدوها بعين الاعتبار ويوصلوا لهالموقف القوي وخاصة تجاه أهلنا المعتقلين والمختفين والمسجونين أيضا الولايات المتحدة كان الرئيس بايدن عمل تمديد لحالة الطوارئ بخصوص سوريا وحقيقة هذا أيضا موضوع أثار إشكالات لأنه بينطبق مع ما سمعناه من خصوص إصدار قائمة عقوبات على بعض الفصائل الموجودة في دائرة النفوذ التركي لأنه السيد بايدن حقيقة بالبيان اللي عمله قال أنه الإجراءات نحن يعني الوضع في سوريا ولا سيما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري على شمال الشرق السورية عم بيحكي عن الدخول السابق يعني قبل سنتين ثلاثة فعم بيقول أنه هذا بيقوض حملة هزيمة داعش وبيعرض المدنيين للخطر لذلك هو مدة حالة الطوارئ لمدة سنة إذن في مشكلة حتى الآن بين الإدارة الأميركية وخلينا نحكي بين بعض الشخصيات في الإدارة الأميركية اللي عندهم حساسية جدا كبيرة مع الإدارة في تركيا فيعني إذا نشوف الأمور ما تروح باتجاه تصعيد أيضا مجلس النواب أقر موازنة وزارة الدفاع اللي تم إضافة تعديل من النائب ريتشارد هيل اللي بنشكره وحقيقة شخصيا راح سيد الشيخ سالم المصلت لعنده على المكتب بواشنطن قبل أسبوع وقت اللي كان موجود هون هو ورئيس هيئة المفاوضات الأستاذ أنس العبدية وشكره على مواقفه وعلى إضافته لهذا التعديل اللي أقره هو بأضافه وبعدين صوت الآن مجلس النواب من يومين وأقره من أجل تعطيل شبكة التصنيع وتوريد وتصدير المخدرات ومحبوب الكيبتاجون من قبل النظام السوري وحلفائه في لبنان حزب الله إلى دول أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي فأيضا كمان نتوقع أنه تنضرب هاي الشبكة وبالتالي يخف الدخل اللي عم بيعتاش منه النظام السوري رفعت الأسد رجع لسوريا في حديث كتير أنه الدولة العميقة في فرنسا ليست مستاءة وبدأت تخلص منه يعني على أرضها وأيضا ساهمت في هذه القضية يبدو المخابرات الروسية لكن كي لا تتحمل المسؤولية بشكل مباشر عملتها عن طريق الدولة يعني اللي شبه تحت رعايتها ووسائطها اللي هي بيلاروسيا ونقلته من فرنسا إلى بيلاروسيا ومن هناك إلى دمشق والتقى مع أولاده وأحفاده هناك وصدرت صور بهذا الحصوص لكن كان الموقف واضح أنه النظام السوري رئيسه ترفع عن كل الشتائم والإهاوانات التي وجهها له ولعائلة الأسد رفعت الأسد وأنه هو ممنوع نهائيا من أداء أي دور سياسي وحتى اجتماعي في سوريا بعد عودته كان في حقيقة حركة جدا جميلة صارت من قبل ناشطين سواء في المجتمع المدني أو سياسيين في تركيا وكانت حركة يعني لقت قبول أنه لتخفيف الاحتقان ضد اللاجئين السوريين واستخدام تلك الورقة يعني تلك ذلك الأمر آسف كورقة من قبل كل التيارات الحزبية السياسية في تركيا في مناقشاتها ومناكفاتها وصراعاتها الداخلية وهذا الأمر نعكس سلبا على أهلنا وناسنا في تركيا وبالتالي نسألة ناس منهم ناس انضربت ناس أهينت ناس حرائط أغراضها ومكاتبها وبيوتها ومحلاتها فهذا كان موضوع نقاش صار حقيقة ساعتين وكان فيه تنظيم كمان جدا كويس ومتميز والسيد طه الغازي عمل بيان مفصل عن هذا الموضوع اللي ألقى فيه كلمات السيد زكي الدروبي مع صفوان مشلي اللي مثلوا حزب اليسار الديمقراطي وأيضا حزب الليبرالي السوري اللي بترئسه السيدة ياسمين مرعي المقيمة في ألمانيا ومثلوا في اللقاء وألقى كلمة بسام القوتلي وأيضا المجلس القفقاسي الشركسي اللي ألقى فيه كلمة أيضا السيد هيسام بدرخان وتجمع سنة لدعم المرأة مسلته شماء البوطي وكان فيه نشطاء أكراد مستقلي من عفرين مثل سيدة أمشادي والسيد أبو شادي فشكرا للكل اللي طرحوا حقيقة مع زعيم المعارضة التركية كمال كليقدار أوغلو يعني زعيم الحزب زعيم الحزب الـ CHP يعني مو شغل حزب الشعب الجمهوري وأيضا حضره مستشاره السيد أحمد أونال فاللي هو كان سفير سابق لتركيا بالعراق وبأزن ربيجان وببريطانيا وأيضا النائبة العضوية في مجلس النواب عن اسطنبول هي غمزة أكوش فإذن وكان النقاش تركز على محورين الأول أخراج حقيقة قضية اللاجئين السوريين من قضية المشاكل والصعوبات في تركيا وأكد رئيس الحزب أنه مشكلتهم ما نمع اللاجئين السوريين بل مع السياسات الخاطئة التي أوصلت السوريين إلى هذه الحالة وقال السيد كمال كليقدار أبلو أنه نحن والسوريين تجمعنا روابط جمع مننا صلاة قرابة وروابط تاريخية وأنه سوريا دولة جار لنا ونحن قلنا أنه بنساهم بعودة السوريين إلى بلادهم خلال عامين لكن هذا الأمر لا بده أن يكون بعد تهيئة البيئة المناسب لتلك العودة وعلينا أن نضمن للعائدين سلامتهم وأرواحهم وأن نوفر لهم الأمن والأمان يعني كلام حقيقة جيد ويسمع أيضا كان فيه النقاش المحور الثاني هو محور رؤية حزب الشعب الجمهوري للمسألة السورية بشكل كامل فكمان رئيس الحزب ذكر لم نتلقى أي ضعوة من نظام الأسد كل ما ورده في الإعلام كان خبر أورده أحد الصحفيين وقال أنه ما أوردته عن قضية فتح السفارات بين البلدين هذا الأمر سيكون بعد عملية الانتقال السياسي الذي يقره الشعب السوري بعدين قال يتساءل بعض منكم كيف نستطيع تحقيق ضمانات للسوريين الراغبين بالعودة إلى وطنهم شخصيا بقول أن الحل ممكن يكون بالنموزج القبرصي بحيث يكون إرسال قوات أممية كقوات حفظ السلام تراقب وتسعى لتحقيق تلك الضمانات شريطة أن تكون تواجد تلك القوات محدد بفترة زمنية وقال لين يكون لنا أي تنسيق أو أي تواصل مع نظام الأسد إلا على أساس مواثيق وقوانين حقوق الإنسان ولا بدل المجتمع الدولي وهيئة الممتحدة أن تأخذ دورها في حل المسألة السورية إذن وضع فمشكورين حقيقة كل القائمين ونتمنى أن تتشكل اللجنة للمتابعة وأن يكون هذا يصبح دوري وأن يتم وضعنا ووضع كل السوريين بصورة ما يجري وتوسيع دائرة المشاركة من قبل السوريين التي تضمن فعاليات وأحزاب سياسية موجودة في تركيا وبتمثل هؤلاء السوريين المقيمين في تركيا في كل البلدات والولايات والمحافظات المختلفة حقيقة منظمة سوريون مسيحيون من أجل السلام كان كمان عملت إجراء تاني بعدما كان عمل المؤتمر المسيحي العربي إجراء بخصوص ما ذكروا البطريارك الراعي لإعادة اللاجئين السوريين قصرا إلى سوريا فوجهت كتاب حقيقة لوزير خارجية الفاتيكان المونسينيور بول غالغار وأوصلوا حقيقة الدكتور وائل العجي اللي هو أيضا عضو مجلس إدارة المنظمة في بريطانيا أيضا كان فيه أقنية الإسرائيلية ووسائل الإعلام الإسرائيلية حكيت على المكشوف بأنه غاز توليد الطاقة اللي رح ينقل من مصر إلى لبنان بالأنابيب عبر الأردن وسوريا هو غاز إسرائيلي وكان بشكل جدا واضح حددوا مكانه وكميته وكيف عم بيبعثوه وكيف عم بيبعثوه الآن للأردن من أجل أيضا توليد الكهرباء في الأردن فأي كهرباء سوف تباع من الأردن هي أصلا مولدة بالغاز الإسرائيلي أيضا من أجل أنه أظهار مدى هشاشة النظام السوري نشرت عديد من وسائل الإعلام الدولية كيف تم اختطاف جنرال حرس الثوري الإيراني من دمشق من المزة بيته قريب من السفارة الإيرانية بينزل كل يوم المساء بيعمل رياضة المشي والركض بالمسافة بين بيته وبين السفارة تعرض للاختطاف بفان صغيرة وتم نقله لإسرائيل والتحقيق معه بشكل كامل من أجل أخذ معلومات لأنه كانوا ظنين أنه عنده معلومات عن الطيار الإسرائيلي رون أراد وبالتالي حتى بداخل دمشق الأمور مكتوفة ومتاحة والأمن فلتان هذا بالاسم وبالصورة وبالوثائق بزاعوا أدة وسائل إعلام دولية هذا يعني كمان بيبين لك شو الواقع من الناجحين الصحف البريطانية صحيفة الاندبندن ذكرت أنه في قصة غريبة لأول مرة ببريطانيا أنه أم وابنها عم بدرسوا بنفس الجامعة وبنفس الصف وهن السورية منال رواح وابنها بلال بطوس اللي جايين هربانين من سوريا عام 2015 عم بدرسوا العلوم الطبية الحيوية بجامعة نوتنجهام ترينت أيضا بنقول مبروك للسوريين اللي نجحوا بالانتخابات البرلمانية بألمانيا قبل بأسبوعين السيدة الملياء قد دور من إدلب نجحت عن حزب الخضر والسيدة رشا نصر من السويدة اللي نجحت عن الحزب الاشتراكي طبعا عم نحكي نحن عن البرلمان الفيدرالي الأم هدول أول تنتين من أصل سوريا بيدخلوا لي في منهم نجحوا عن البرلمانات المحلية اللي هي برلمانات الولايات مثل الأستاذ جيان عمر من الآمشلي اللي نجح عن حزب الخضر عن برلمان ولاية برلين والسيدة ياسمين حريتاني عن برلمان ولاية بريمن والسيد جمال قارصلي أول واحد من زمان برلمان ولاية شمال الراين فشكرا للكم جميعا ترجمة نانسي قنقر